اشتركوا في القناة هذا الشهر المبارك شهر رمضان ونسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ثم أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له وبواب له الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيانا الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطريقة الثاني قال ما مسلم وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحي بن زكري قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي الطريق الثالث قال الإمام المسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهاية أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الطريق الرابع لهذا الحديث قال الإمام المسلم وحدثني بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكريمة ابن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت هذا الباب باب بيان أركان الإسلام ودائمه العظام وهذه الترجمة الإمام النوي رحمه الله فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بطرقه الأربعة الطريق الأول قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير الهمداني والهمداني بسكون الميم وفتح الدال المهملة نسبة إلى همدان نسبة إلى همدان وليس الهمداني وليس الهمداني وإنما هو الهمداني بسكون الميم والدال المهملة وكل ما في الصحيحين فهو بهذه النسبة كل ما في الصحيحين فهو بهذه النسبة الهمداني وليس الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر حدثنا أبو خالد يعني قوله يعني هذا من كلام الإيمان المسلم رحمه الله تعالى فإن شيخه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثه بقوله أبو خالد ولم يسمه ولم ينسبه فالإيمان مسلم رحمه الله تعالى أراد أن يسمي هذا الراي وأن ينسبه فقال يعني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر فأتى باسمه وبنسبه وهذه من زيادات الإيمان مسلم رحمه الله تعالى وهذا يدل على دقة الإيمان مسلم في الألفاظ فإنه ينقل ما سمعه من شيخه وإذا أراد أن يزيد فإنه يميز ذلك فإنه يميز ذلك وأما في شيخه فله أن يسمي وله أن ينسب وله أن يذكر من الأوصاف ما يذكر الإيمان مسلم في شيخه له أن يسميه ويأتي باسمه الكامل ويأتي بنسبته ومنسبه ويأتي ببعض صفاته وأما شيخ الشيخ فلا يذكر إلا اللفظ الذي أخذه عن شيخه فإذا أراد زيادة فإنه يبين ذلك ما هنا قال حدثنا أبو خالد شيخه حدثه بقوله حدث أبو خالد ولكن الإيمان مسلم رحمه الله أراد أن يبين من هو أبو خالد فقال يعني فقال يعني أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمار عن أبي مالك الأشجعي أبو مالك الأشجعي سماه باسمه في الطريق الثاني سماه باسمه في الطريق الثاني قال حدثنا سعد بن طارق فأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمسة على خمسة هذا في الطريق الأول قال على خمسة وفي الطريق الثاني قال بني الإسلام على خمس وفي الطريق الثالث قال بني الإسلام على خمس وكذلك في الطريق الرابع فهنا ذكر في الطريق الأول على خمسة وفي الطريق الأخرى على خمس والفرق بينهما على خمسة هنا إذا أنثنا العدد فلابد أن يكون المعدود مذكرا فنقول على خمسة أركان على خمسة أركان وإذا قلنا على خمس وذكرنا العدد فالمعدود المعدود يكون إذا أنثنا يكون المعدود يكون مؤنث إذا عندما نقع على خمسة يعني على خمسة أركان وإذا على خمس قلنا على خمس على خمس قواعد أو على خمس خصال أو على خمس دعائم بني الإسلام على خمسة يعني على خمسة أركان أو على خمس يعني على خمس خصال أو على خمس دعائم قال بني الإسلام على خمسة فذكر العدد أولاً خمسة وميزة ذكر العدد حتى لا يقع الإنسان في عد المعدود حتى لا يقع في الخطأ عندما يعد هذا العدد عندما يعد المعدود فمثلاً عندما يقوم بني الإسلام على خمسة فلابد أن يكون المعدود خمسة حتى لا يقع في الخطأ يذكر العدد أولاً ثم بعد ذلك يذكر المعدود فقال على أن يوحد الله وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في الطريق الثاني قال على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ولا فرق بين اللفظين لا فرق بين اللفظين فإن قوله على أن يوحد الله هو بمعنى قوله في الطريق الثاني أن يعبد الله فإن العبادة هي التوحيد قال الله عز وجل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أي ليوحدون وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أي يوحدون فالتوحيد هو العبادة فإذن الركن الأول توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يدخل الإنسان به الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما ورد في الروايتين الثالثة والرابعة قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي الرواية الرابعة شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام فإذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام فإنه ينطق بهاتين الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال على أن يوحد الله وإقام الصلاة وهذا الركن الثاني من ركان الإسلام والركان الأربعة الركن الثاني والثالث والرابع والخامس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج هذه أركان عملية الأركان العملية والركن الثاني وهو إقام الصلاة هو آكد الأركان هو آكد الأركان وهو أفضلها وأعظمها إذن قال على أن يوحد الله وإقام الصلاة وهنا قال إقام الصلاة ولم يقل أداء الصلاة لأن إقامة الصلاة أمر زائد على الأداء الإقامة أمر زائد على الأداء فليس كل من أدى الصلاة أقامها وإنما يقيم الصلاة يعني بأركانها وشروطها وواجباتها وأدابها ومستحباتها يأتي بأركانها ويأتي بشروطها يأتي بها فيقيمها على هذه الأركان وعلى هذه الشروط وعلى هذه الواجبات والمندوبات والمسلونات وكل واحد من هذه له حكمه الركن له حكمه والشرط له حكمه والواجب له حكمه وكذلك السنة والمندوبات لها أحكامها في الصلاة ولذلك كل النصوص في الكتاب والسنة وردت بالأمر بإقامة الصلاة وليس فيها أداء الصلاة نصوص الكتاب والسنة كلها وردت بالأمر بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة قال وإيتاء الزكاة وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الركن الثاني من أركان العملية قال وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة إعطاؤها يعني إعطاؤها للمحتاجين والمساكين والفقراء وغالباً ما تأتي الزكاة مقرونةً بالصلاة غالباً تأتي الزكاة قرينةً للصلاة ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أصحاب الزكاة بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية إلى آخر الأصناف فالثمانية قسمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع أسماوات ولم يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما بيّن أن الله عز وجل أصناف وأقسام المحتاجين لهذه الزكاة بالآية الكريمة قال وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وصيام رمضان وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام والركن الثالث من أركان العملية بعد الصلاة وصيام رمضان وشهر رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة شهر رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة ونحن الآن في شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وأن يعيننا على استغلال أوقاتنا في هذا الشهر المبارك قال وصيام رمضان ثم قال والحج وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام والركن الرابع من أركان العملية قال والحج والحج فرض في السنة التاسعة وقيل في السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل الحج وصيام رمضان هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكسكي هذا الرجل اسمه يزيد بن بشر السكسكي كما ذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة ذكر بأن هذا الرجل المبهم اسمه يزيد بن بشر السكسكي فقال رجل وهو هذا الرجل يزيد فقال لابن عمر رضي الله عنهما الحج وصيام رمضان الآن ابن عمر رضي الله عنهما يسوق الحديث وقدم الصيام على الحج قال وصيام رمضان والحج فقال يزيد بن بشر السكسكي فقال يزيد بن بشر السكسكي الحج وصيام رمضان اعترض على ابن عمر هذا الرجل اعترض على ابن عمر رضي الله عنهما في تقديمه للصيام على الحج فقاله لا الحج وصيام رمضان فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذه الطريق الآن ابن عمر رضي الله عنهما قدم الصيام على الحج قدم الصيام على الحج فقال وصيام رمضان والحج فاعترض عليه هذا الرجل وهو يزيد ابن بشر السكسكي وقال له الحج وصيام رمضان يعني تقديم الحج على الصيام فأجاب ابن عمر بقوله لا قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا فيه إشكال ما هذا الإشكال؟ هذا الإشكال أن ابن عمر رضي الله عنهما هو نفسه هذا الذي يعترض على هذا الرجل ويقول لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر نفسه قد روى الحديث بتقديم الحج على رمضان ابن عمر نفسه قد روى الحديث بتقديم الحج على صيام رمضان فكيف تعترض على هذا الرجل الذي اعترض عليك؟ هذا إشكال ولذلك نلاحظ في الروايات الأخرى في الرواية الأخرى الرواية التي بعدها مباشرة قال ابن الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهذه رواية ابن عمر هو الذي يروي هذا الحديث فقدم الحج على صوم رمضان وكذلك في الرواية التي بعدها رواية الثالثة قال وحج البيت وصوم رمضان أما في الرواية الرابعة فقدم الصيام على حج البيت إذن هنا عندنا مشكلة وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما رد عليه هذا الرجل وهو يزيد بن بشر السكسكسي وقال له الحج وصيام رمضان عندما روى وقدم الصيام على الحج قال ابن عمر لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما هو الجواب على هذا الإشكال أجاب العلماء بعدة أجوبة لكن المختار من هذه الأجوبة جوابان الجواب الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما روى الحديث بالوجهين كلاهما سمعها من نبي صلى الله عليه وآله وسلم فتارة سمع من نبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم الصيام على الحج ومرة أخرى سمعها من نبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحج على صيام رمضان فابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين تارة بتقديم الصيام وتارة بتقديم الحج ثم عندما اعترض عليه هذا الرجل وهو يزيد السكسكي أراد أن يعلمه درساً وهو أنه لا يعترض على شيء هو لا يعلمه لا يعترض على شيء لا يعلمه فإن ابن عمر رضي الله عنه يعلم أنه سمع هذه الرواية بتقديم رمضان على الحج وكذلك سمع الرواية الأخرى بتقديم الحج على رمضان فهو يقول له لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه هذا هو رد ابن عمر على هذا الرجل الذي اعترض عليه الجواب الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من وجهين ولكنه نسي الوجه الآخر نسي ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصيام على الحج وبتقديم الحج على الصيام بكلا الوجهين ولكنه نسي وجها نسي فعندما اعترض عليه نسي أنه قد حدث بتقديم الحج على الصيام وعلى كل فإن تقديم الحج على الصيام بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله أو على أن يوحد الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان تقديم الحج على الصيام هذا متفق عليه عند البخاري وعند مسلم عند البخاري وعند مسلم فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج هذا الحديث بتقديم الحج على الصيام ولذلك في صحيحه قدم كتاب المناسك على كتاب الصوم قدم كتاب المناسك على كتاب الصوم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم في الحديث الحج على الصيام إذن رواية تقديم الحج على الصيام هذا عند البخاري وعند مسلم عند البخاري وعند مسلم كما هنا وأما تقديم رمضان على الحج فهي عند مسلم وعند غيره ليس عند البخاري عند مسلم تقديم رمضان صيام رمضان على الحج فهذه عند مسلم وعند غيره وعلى كله سواء قدمنا الحج على رمضان أو قدمنا رمضان على الحج فالروايات كلها صحيحة والحمد لله الروايات كلها صحيحة والحمد لله بعضها العلم رأى أو قال أن محافظة ابن عمر رضي الله عنهم على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه عن العكس وذلك في تقديم الحج على رمضان قال هذا يصل حجة لكون الواو تقتضي الترتيب لكون الواو تقتضي الترتيب والواو كما هو معلوم عند جمهور المحدثين وكذلك عند أهل اللغة الواو لا تفيد الترتيب الواو لا تفيد الترتيب الواو لا تفيد الترتيب وإنما من قال بالترتيب هم أو قول عند الشافعية بعض الشافعية قالوا بأنها تفيد الترتيب وكذلك شواذ النحات قالوا بأنها تفيد الترتيب ولعل ابن عمر عندما قال وصيام رمضان وقدمه على الحج ليس لأن الوعى تفيد الترتيب وإنما لأن الصيام فرض قبل الحج فإن الصيام فرض في السنة الثانية الهجرة وأما الحج فإنه فرض في السنة التاسعة وقيل في السنة السادسة في الطريق الثاني قال مسلم وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق سعد بن طارق هذا هو أبو مالك الأشجعي الذي أتى في الطريق الأول بكنيته قال حدثني سعد بن عبيدة السلامي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال على أن يعبد الله ويعبد الله يعني يوحده ويكفر بما دونه يعني بما سواه ويكفر بما سواه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهنا في هذه الرواية قدم بن عمر حج البيت على صوم رمضان وعلى كل الركن الأول وهو شهاية أن لا إله إلا الله وتوحيد الله هذه يدخل بها الإنسان المسلم الإسلام يدخل بها المسلم والإسلام فلا بد إذا أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن يتلفظ بها وينطق بها فهذه الأساس وهي توحيد الله عز وجل قال على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وأما الأركان الأربعة العملية وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فهذه أركان أربعة عملية وأفضلها وأعظمها وأكدها الركن الثال الأول وهو إقام الصلاة وهو إقام الصلاة وإقام الصلاة من تركها جحودا فهو كافر بالإجماع من جحد وجوبها وأنها ركن فهو كافر بالإجماع وأما من تركها تكاسلا وتهاونا ففي خلاف بين أهل علم والراجح أن من تركها تهاونا وتكاسلا فهو كافر وهذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة والواضحة العهد الذي بينا وبينهم الإسلام العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما بقيث أركان الثلاثة وهي إيطاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فجمهور العلماء على أن من تركها تهاونا وتكاسلا فإنه ليس بكافر فإنه ليس بكافر ولكنه وقع في موبقة كبيرة وفي كبيرة من الكبائر كيف لإنسان عاقل بالغ سليم من الأمراض أن يترك الصوم وكيف لإنسان قد أعطاه الله عز وجل من الأموال وأنعم عليه بهذه النعم أن لا يؤدي الزكاة وكيف لإنسان أن يعطيه كذلك المال والصحة والعافية والأمن والأمان ثم لا يؤدي هذه الفريضة وهي في العمر مرة واحدة فالجمهور على أن من ترك هذه الثلاثة صيام رمضان والزكاة والحج لا يكفر بها عند الجمهور وإن كان هناك رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية على أن من ترك هذه الثلاثة وهي الصيام رمضان والحج وإيتاء الزكاة من تركها كذلك تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر لكن الصحيح وهو ما عليه الجمهور أن من تركها تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكفر الطريقة الثالث قال ما مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه زيد بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله يعني بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهنا قال على خمس يعني على خمس خصال أو على خمس دعائم على خمس يعني على خمس خصال خمس خصال أو خمس قواعد شهادة أن لا إله إلا الله هنا قال أن يوحد الله في الطريق الثاني قال أن يعبد الله في الطريق الثالث قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلها بمعنى واحد فإن شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد هو توحيد الله هو عباية الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون أن يوحدون الطريق الرابع والأخير قال وحدثني ابن نمير ابن نمير هو الذي مر معنا في الطريق الأول واسمه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال هنا وحدثني ابن نمير نسبه إلى جده قال حدثنا أبي له عبد الله بن نمير قال حدثنا حنظله قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت هنا هذا الرجل سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الغزو عن الجهاد في سبيل الله يقول له يا ابن عمر ألا تغزو؟ يعني ألا تجاهد في سبيل الله؟ فكأن هذا السائل رأى ابن عمر رضي الله عنهما ما خرج في الجهاد ولا خرج في الغزو فيقول له ألا تغزو؟ يعني ألا تجاهد في سبيل الله؟ فأجاب عليه ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث أجاب ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث فقال بني قال إن الإسلام إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت إذن هذا جواب ابن عمر جواب ابن عمر على هذا الرجل عندما قاله ألا تغزو؟ قاله إن الإسلام بني على خمس وساق الأركان الخمسة هذا جوابه وهذا الجواب يحتاج إلى جواب جواب ابن عمر رضي الله عنهما يحتاج إلى جواب فما الجواب؟ يعني ابن عمر رضي الله عنهما عندما قيل له ألا تغزو؟ ألا تجاهد في سبيل الله؟ ساق هذا الحديث وأتى بأركان الإسلام فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغزو ليس ركناً من أركان الإسلام لكن يبقى الجواب يحتاج إلى جواب هل معنى هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يغزو ولم يخرج في الجهاد في سبيل الله لأن الإسلام بني على خمس أركان وليس معها الجهاد والغزو في سبيل الله؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن يعني لو أن إنسان الآن قيل جاء إليك إنسان وقيل لك لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقلت له بني الإسلام على خمس شاية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام بالصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجي البيت هل هذا جواب؟ لا وإنما يجاب عن ابن عمر رضي الله عنهما لأن لعل ابن عمر رضي الله عنهما كان في ذلك الوقت لا يستطيع الغزو ولا يستطيع الجهاد كان معذورا قد يكون معذورا فلا يستطيع الغزو ولا الجهاد في سبيل الله وكذلك يفهم منه أن الجهاد ليس ليس فرضا على العين ليس بلازم على العين يعني يفهم منه أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الجهاد فرض عين ولكنه لا يستطيع الآن لعذر معذور قد تكون عنده حاجة فهو معذور فلا يستطيع الجهاد فأتى بهذا الحديث وقد يكون الجهاد ليس فرض عين ليس فرض على الأعيان ولكن متى طبعا لا شك أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو ذروة سنام الإسلام هو ذروة سنام الإسلام والصحابة رضي الله عنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل وغزوا وفتحوا البلدان وادخلوا الناس في دين الله أفواجا لكن ابن عمر رضي الله عنهما هو لم يغزو لحاجة قد يكون معذورا عندما ساق هذا الحديث أو ليبين أن الغزو ليس فرض عين وقد روي عن روي عن ابن عمر وغيره قيل عنه أنه لا يرى الجهاد فرض عين ولكنهم بالاتفاق أهل العلم متفقون على أن الجهاد يكون فرض عين فيما إذا داهم العدو البلد إذا داهم العدو البلد صار فرض عين و إذا دعى الإمام إذا دعى الإمام إمام المسلمين إذا دعى إلى الجهاد في سبيل الله صار فرض عين وإذا كان هذا الرجل بين الصفين فإنه يكون الجهاد فرض عين عليه كذلك ولا يسعه الخروج ولا ولا الزحف وإنما يكون فرض عين فهنا ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال له هذا الرجل ألا تغزو أجاب أجاب بهذا الحديث قال المصنف رحمه الله قال الشارح هنا فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها قال والله أعلم ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه والله أعلم ونقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته